مرسي وفق الاستفتاء عملوه موقع 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 يا جماعة موقع يلا كرة ولا موقع ايه يلا كرة بالظبط موقع يلا كرة عمل استفتاء محترم ليه لانه عشرين ناقد رياضي هم اللي قالوا اراهم انا دايما مع المتخصص هو اللي يقول مين الافضل ماقولش جمهور لانه جمهور كل سنة انت طيب واحد يقعد على قهوة يبعث له تلات تلاف اربعة تلاف فاضي بقى لكن لما اقول متخصصين اجيب مدربين اجيب نقاض كده يعني اجيب ناس اللي هم صفة وهوية في المسألة الرياضية فاختروه بس مرسي كافضل لاعب الجمال بقى ان زميله في المنتخب اهلي وزمالك بقى جابوله الترطاية اللي انتوا شايفينها دي وده شيء جميل وعظيم جدا 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 اه عمر جمال والترزيجيه ورمي ربيعة حمد حمد زاكي كله اهلي اللي حاولوه يعني حاجة جميلة جدا 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 وحازم امامه اللي هو من التمنال وزفاف سعيد النهاردة ان شاء الله وحمد طلبة وطرق حمد مجموعة جميلة جدا واده عمر جمال معه باسم في الصورة ده يوريكه لعلاقات الطيبة بين اللاعيبة عشان كده على طول كتب باسم مرسي حاجات جميلة على موقع استجرام قال شكرا لكل اللاعيب منتخب مصر واصدقائي على المفاجأة الجميلة باحتفالهم بفوزي بجائزة احسن لعبة في مصر لموسم 2014 2015 في استفتاء يلا كورة وشكرا جزيلا لكل المدربين اللي رشحوني للجائزة الغالية دي حاجة جميلة جدا جدا وقيمة عظيمة كمان كابتن فتح مبروك مدرب النادر الاهلي كان الاستفتاء المطلوب من المدربين اختار واحد واثنين وتلاتة تلات لعبة يعني كابتن فتح مبروك اختار واحد بس من الاهلي اللي هو موام الزاكرية واختار اتنين من الزمالك اختار باسم مرسي واحمد الشناوي مدرب الاهلي اختار من التلاتة واحد اهلاوي فقط لغير اللي هو موام الزاكرية واثنين زمالكوية اللي هو باسم مرسي واحمد الشناوي يوريك القيمة يعني هنا ما قالش ايه انا بقى مدرب الاهلي حط التلاتة اهلي لا هو اتكلم على رأيه كراجل له قيمته الفنية مش هويته الرياضية قيمته الفنية وليست هويته الرياضية ومدرب الاهلي اه ولكن هو حط وفقا لفهمه الفني انه واحد اتنين ثلاثة هو حط موام الزاكرية